إذن في حديث القاهرة التي يعني لا تتوقف تلك العاصمة أبداً عن أن تنتج لنا نقاشات وحوارات تدفع برؤية المجتمع رؤية مختلفة ومغايرة إزاي؟ كورونا لم تحترع ما جرى من فيروس وباء وكل التدعيات اللي بتحصل دلوقتي تدعيات كاشفة مش منشئة تعارفين المنشئ للحقيقة والكاشف للحقيقة وزي ما قلت هي ما بتخترعش يعني الرجل راح اكتشف أمريكا منما ما اخترعش أمريكا ففي أشياء نكتشفها كورونا تجعلنا ربما أسرع في كشفها أو أكثر الحاحن في الكلام عن إلى أي مدى ووصل بنا الأمر في هذا الكشف الشمات وريد أنا أتحدث عن الشمات لأنه الحد الأدنى من الإنسانية والاحترام إنك ما تشماتش إحنا نزلنا تحت الحد الأدنى يعني ودايما عشان كده بقول يا جماعة فيه فرق من إحنا نبقى في حفرة وبين إحنا كمان عادينا نحفر أكتر عشان نغتص أكتر في الحفرة نتدفهم فيه فنوقع بس ننزفنا الإنساني ده لأن درجة العنف والعدوان والحقد والغضب والكراهية مطمرة أحيانا تحت شوية تراب أو أحداث أو وقائع أو ضغط أو أمن أول ما ممكن بس الضغط ده يفك شوية يوم طلع البركان بتاع الغضب والعنف والعدوان والكراهية الشماتها ظاهرة رهيبة كشف عنها كمان حالة السوشال ميديا وساء التواصل الاجتماعي أنه كل واحد بقى له صوت وبقى له منبر ونافذة للتعبير سواء عبر بشكل معلن اسمه وصفته وكل حاجة أو مستخابي ومخفى تحت أسماء مستعارة وغيره فأظهر لنا بقى عندنا كمان حاجة واضحة جدا لما شاعر الناس لأنها بقت معلنة بقت معلنة علنية وظاهرة وواضحة وملموسة ومقروعة ويتم تتبعها فتدرك الصورة إلى أي درجة قاتمة داكنة تلاقي حالة الشمات وبالذات بقى لما يجي مثلا مرض كورونا حد عيب كورونا لو اللي عيب دا في فريقي السياسي أو في طياري الديني أو حتى في فريقي في الكورة أو على هواية فأنا يعني أحيي وأتضمن معاه وبسلامتك وحك كده لو على الطرف الآخر يعني مش فيه طياري الفكري أو الديني أو السياسي ولا كره أو مختلف معاه فأشمت فيه شماتة بما فيها تصل إلى شماتة في الموت مين اللي ممكن يبرر لنفس الشماتة؟ يبرر لنفس الشماتة على فكرة اللي بيشمتوا في مرض كورونا خصوصا المشاهير منهم واللي بيشمتوا في موت كورونا خصوصا المشاهير منهم دولا بيفخروا بالشماتة بيعلونها بيفخروا بيها وشايفينها حاجة عادية طبيعية وأسوأ ما يمكن أن يحدث لنا أن نتصور أن القبح عادي وقال عن ما يحدث في المجتمعات عندما تفقد إنسانيتها وعشان كده برضو من الحاجات المدهشة مجتمع طول الوقت بينافق نفسه وبيقول المجتمع متدين بطبع ولا متدين بطبع ولا فيه مجتمعات ملحدة بطبعها ولا فيه مجتمعات متدينة بطبعها الدين بيلعب دور في كل المجتمعات يزيد ويقل ده تيجد بقى سنوات وثقافة وتعليم وعاكد لكن للأسف واضح جدا أن الدين ما لهش علاقة بالأخلاق يعني متصورين أن الدين يمارس كشعائر وتقوس أو ضمن فرق وجماعات إنما لا يمارس كأخلاق وبالمناسبة أنت ممكن تبقى ملحد وراجل صاحب أخلاق ورفيع ومحترمة الشعب الأكثر أخلاقا في العالم وآدما في العالم شعب لا يعرف الله ولا يعرف الدين أصل اليابانيين اللهم أكثر أخلاق مننا بس عشان الأمور طبق واضحة مننا مين؟ العرب ومسلمين ومسيحيين ويهود فده ما له علاقة بالدين وقال له علاقة بربنا أصلا بالنسبة له ربنا مش موجود وقال يا طبعا ربنا مش موجودين ما فيش دين موجود ومع ذلك آخر احترام وآدب ولطف وعمل وإتقان إذا الموضوع ما تربنيش دقلك وتقعد تزلين بيها وتقول لك متدين أو تختف رجلك إيه؟ ألحق المغرب أصلا وقال يعني كده خلاص بقيت أنت متدين وإيه ده متدين بطبعه يا راجل دا احنا عندنا يعني البعض يعني بيبم لسه الميت الوضوء نازل من كوعه ويفتح الدرجة عشان ياخد الرشوة عادي جدا ولسه بصلي جماعة في الطرقة فالنفاق الديني ده ينتج الحالة اللي احنا فيها إزاي؟ لما تلاقي الشماتة عابرة للفرقاء والغرماء بمعنى اللي بيقول على نفسه جماعات دينية أو إخوان أو سالفي يشمت شماتة منحطة اللي بيقول على نفسه راجل وطني ومؤمنين بالوطن وأنصار للدولة ودولاجية يشمت كأن الوطنية أن تشمت في خصومك أو في غيرك اللي بقول على نفسهم أن احنا نشطاء لحقوق الإنسان أو دعاة حرية بيشمتوا بشكل يخالف أبسط قواعد حقوق الإنسان والحرية والإنسانية والاحترام قال لك هما بيشمتوا ببعض كمان يعني يعني يموت فنان يموت سياسي مختلف أنت مختلف معاه فإذا بي بلوعات من الشمات تخرج من الجميع المتدين بيتصور أو المتأسلم أو المنافق الديني بيتصور أنه ربنا بديله حقه مش دال ضربنا مش دال مش عارف إيه مش دال لي سجلنا مش دول اللي راحوا انتخبوا مش عارف إيه مش دال إيه يعيع بزاءات وحقارات وسفالات وشمات فين دي يعني إذا كان هو بيكلم على إنه مربع الدين وبيكلم من ثقافة دينية جابها منين الكلام جابه منين يعني هل كان الرسول النبي السيد الخلق ختم المرسلين شامتا يعني هل كان النبي الشامت بيشمت في خصومه وفي أعداءه هل احنا شفنا شاماتا نستند إليها باعتبار أنه دي قدوة الصحابة وبأيهم اهتديتم 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 اللي شامت هند بنت أبي عطبة قبل ما تسلم وكالة كبد سيدنا حمز قال له وبأي يقول لك آه لا يعني ياش في قلوب وصدور قوم مؤمنين مسلمين بقى فربنا يعمل ده علشان الغضب لجواهم والغل لجواهم والحزن لجواهم يزول فهما بشمتوا في هذا الذي رفع السلاح وقتلنا في هذا الذي سجننا في هذا الذي اختلف معنا في هذا الذي هاجم رئيسنا في هذا الذي مش عارف ايه يا سلام وانت فاهم الشفاء الصدور هنا والشفاء القلوب بمعنى انك تشمت يا اخي المفروض باسترداد الحق قيام العدل هو اللي يخليك متوازن والمفروض لو انت متدين يعني بنكلم على اللي بينك وبينه عداوة اذا بيه وليه الحميم قال لا لا غرائز ليه بقى لانه هو بيشمت لانه بيعتقد انه هو اعلى واكثر تديونا وايمانا واسلاما من اللي بيشمت فيه هو متصور انه حلال فيه الشماتة لانه درجة ادنى انا في منزل انا مؤمن انا مسلم انا في الجماعة الناجية انا في الفرقة الناجية انا بنتصر لله انا عايز اطبق الشريعة انا مش عارف ايه انما مين ده اخر يستاهل انك تجذب عليه وتشتمه وتمثل بجسيته كمان وطبعا في وسط الكلام ده كل ايه قد يكلمك عن سماحة الاسلام يا عم فين هي السماحة دي نقابلها بس نعرفها نشوفها لان المتحدثين باسم الاسلام ما فيه السماحة خالص انت الراجل بيعية تقول تستاهل يستاهل يا ايوة كده كورونا ها عملت اللي عليها دي دي سماحة الاسلام لا اسمح لي يعني ده التدين دي الاخلاق اساسا روح بقى للناحية التانية اللي بيقوله على نفسه دولجية او وطنجية بقى والوطن والدولة والدفاع عن الدولة جميل الدفاع عن الوطن والدولة شيء عظيم وجميل يعني يعني لقد بقى الوطن بالشماتة اشرح لي يعني الوطن اللي تنتشر فيه الشماتة لا يمكن يتقدم انا بقولك من اخر وقعدوا بقى اقروا كتب طلعوا وسائق ارجعوا لمؤرخين بقى الوطن اللي يدفع عنه بشماتة او يعتقد الوطنيون فيهم انه هم عندهم حق الشماتة في الخصوم والمعارضين وحتى الاعداء بقابلني فيش اي تجربة تاريخية فيها شماتة عمل ده التجارب اللي بتتقدم لما مندلة وينتهي التفريقة العنصرية فيسلموا على بعض وباش في الحقد والضغاء خالص فيه فرق كبير جدا بانك تواجه الارهاب والارهابيين وهم اعداء بالمعنى الحقيقي وبين انك تتحول تبقى زيهم اللي هم بيشماتوا فانت بتشمات طب ايه الفرق بيننا وبينهم هم بيشتموا وانت بتشتم طب ايه الفرق بيننا وبينهم هم بيستعلوا وبيعتقدوا لهم مولاك الحقيقة ومولاك الجنة وانت بتستعلها باعتبارك مالك للوطن وانت الوطني والباقي اللي في مواجتك او المختلف معاك ولو بنسبة خاين عميل وبرضو اول ما ييجي حد من شخصات المعارضة او الشخصيات انت مختلف معاها كأنصار دولة او حتى محسوب على الطيار الديني يعي ولا يموت في دهية مش عالق ده ده فين ده ده مين ده اي امم ومجتمعات استطعت ان تنجح بهذه المشاعر وتلك الضغاء وهذه الاحقاد التي لا تموت ثم نروح بقى للفئة التالتة مش هطأ بقى السورجية واللي رأيهم ان السورة ضعت وخنوها او اللي رأيهم انه انتهاكت حق انسان طيحة وهؤلاء منافقين بيتحلفوا او جوبنا مش عارفين يتكلموا او 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 وبعدين اول ما يمرد او يموت واحد من هؤلاء النظام سابق بقى نظام حالي اه اه كاتب صحفي سياسي مهندس دكتور اي حد فيه عد مرة كده وقال رأي مخالف لرأي الجماعة دي الجماعة اللي هو اللي هم بيدعوا اللي انفسهم منهم دعاة حقوق ومدافعين على الحرية شماتة لا يمكن تصورها ازاي يعني تيجي ازاي المفروض انه اعلاء القيام الانسانية بتبدأ في اول لحظة يعني يعني بتتبدأ في المرض في الموت انت في المرض والموت يبدو كأنك يعني اه لو اذا تتمثل بجسيته هتمثل بجسيته ايه ايه درجة من العنف الرهيبة دي والحقد والغضب والغل اللي لا يمكن ترتقي فيه وتصبح انت شخص يعني مدافع عن حقوق الناس ده ده في حاجة اسمها رقي ونبل اذا اذا ما كانش اللي بيدافع عن حقوق الناس وحقوق الانسان يتمتع بالنبل وباخترام الضعف الانساني وبالدفاع عن حتى اعداءه وخصومه ومالحي الحقوق يعني عدواء حتى خصومك واعداءك وانت بتدعي انك بتدفع طبعا انت تدفع الارهابين بس انما اي حد تاني طالما ايد الدولة يبقى فظيع طالما تمثل على الدولة في يوم الايام يبقى ملعون اليوم الدي على طريق يوسف وهابي كده في اشاعة حب يعني روح انت ملعون بعدد عباية المطر بعدد مش عارف لك معنش الصدق يعني ده باكت شوي الفاهم ده بقى الخاص بالشماتة اللي اتمنى ان نستعقل يعني وتتوقف عن الانحضار الى هذا المستوى فيه التعبير عن الغرائز والاحقاد وما ننسقش وراء يعني مشاعر البدائية دي خصوصا في لحظات مرض او او موت بحاجة يعني بائسة توديني لحاجة تانية بقى اللي هي حالة التنمر وحالة برضو بمناسبة كورونا احنا نخرج فاصل ولا نكمل يا جماعة يعني من الظواهر الواضحة امامنا الان لما ييجي حد من فناننا يمرض ويصاب بمرض كورونا فيروح مستشفى يتصور في المستشفى يتم التعامل مع مرضه باهتمام من قبل مستشفى ماء وزارة صحة فإذا بي خروج حمم حمم من نار وكراهية وبغضاء تجاه الفنان او الفنانة دي في الايام الاخيرة كان بيتم نشر شكر نشرته الاستاذ الفنانة الكبيرة يسرى تشكر فيه مسؤولي في وزارة الصحة او اطباء تابعوها وهي مريضة بكورونا ربنا يشفيها ويديها الصحة والعافية يا رب بقى منشور ده ويتنشر جنبه ياخدوه بقى الصورة دي من هنا ويعطو جنبها شكوى اظن من الاستاذ جامعي مع زوجته واصابة واصابة بكورونا والراجل اللي عيني عزب في البحث عن مستشفى يلجأ اليها يعالج فيها يتحمل فيها مصاريف العلاج طبعا هو القطاع المستشفيات الحكومية والجامعية والمخصص العزل مجانية انما هو كمان في المستشفيات الاخرى مش لاقي وشيء تجربة معزبة مر بيها اكيد بعض او كثير منها لكن حتى حتى مثقفين مصريين يوم جايب لك البسطين دولة ما كتبته يسرى ما كتبه الاستاذ الجامعي ويقولوا شوفوا البلد بتتعامل ازاي وشوفوا بيعملوا ايه مع الفنانين ورمين ايه ولوم واتخاذ يسرى او غير او قبلها اللي ارحمها رجائك تداوي نفس الحكاية مناطل الهجوم على الدولة والهجوم على الفنان والفنانة بقولك حتى مثقفين يعني ذوي شأن بدل ما نطالب بالمساواة في العلاج للجميع بنقوم رحين نلوم فنانة او فنان او مشهور من المجتمع من الشخصات العامة تلقى علاجا في مستشفى الدولة او حد من المسؤولين دولة كلموه طمينه عليه سهلوله امر ما في المتابعة والمراجعة خد بالك الحمد لله يعني كل ما يمكن ان تقدمه المستشفيات من اضافة لاي مريض هو جهاز الاكسوجين بعد كده دواء دواء كورونا موجود عند يعني موجود البرتوكول ده موجود بمتاح بين الجميع يعني يقل شوية يزيد شوية لكن في الاخر في ايد الناس وكل ده علاج اعراض فالموضوع مش عملية جراحية مطلوب منه حالا وبعدين مش لقين فلوس عشان نعملوا عملية جراحية ومع ذلك برضو من حق الناس كلها نساوات اسنان المشط يعني في تأمين صحي وفي علاج شامل وفي المقاسي دي تبقى منعمل جميع معاملة متساوية لكن لو برضو فنان دخل المستشفى وبيشكر اطباقه انت ايه المنزعج بالنسبة وليه زنب الفنان يعني ايه زنب الفنان ايه زنب الفنان او الفنان انه عمل المعاملة الكريمة لطيفة عادية اي حاجة وبيجامل الناس برد عليهم برقة ايه بقى ايه المشكل بقى ايه الخطأ ايه الخطيعة بنت اللذين اللي وقع فيها الفنان هنا بقى ولا لكون فنانا نخدوا بالكم ما هو فيه طيارين في مصر طيار اسلامي من زمان ورجعي مهمته التكسير في موضوع الفن والفنانين علشان اوانت اللي ما بتكسر في الفن بتكسر في قيمة وبتكسر في معنى وبتعلي قيمة او فكرة الحرام والمنع والتحريم وتدين حالة الفن عموما فاكرين الفنانات التائبات مش المعتزلات وفاكرين اللي ما كانوا بتفعولهم فلوس عشان يلبسوا عجاب ويتحاولوا الى داعيات كمان ها ده ده مشروع في زهن الاسلامين من زمان من حسين سطقي الممثل حسين سطقي فده موجود طول الوقت التحقير والتهوين من شأن الفن والفنانين والإبداع والتعامل معهم عن درجة تانية واصلوه دولا يعني ما يقبلش هاداتهم زمان بقى ايام الراجعية التئيلة الكبيرة يعني وده بينتقص بقولك من فكرة الثقافة الفن القيم الجمالية كل مهمته في الدنيا لاستبشاع استبشاع هؤلاء وفيه طيار راجعي طيار راجعي يعني ما بيحبش الحرية وبيتزعج منها وبيعترف أنه جزء من من إعلان عن الحرية حرية إبداع حرية فكر وحرية تنوير ونور فكل ده بيزعجه طيار راجعي وفيه طيار يساري طبعا أنا مكلم على قطاعات من هذه الطيارات بيعني فكرة التفاوت الطبقي عملاله زيب الظبط كده يبقى يعني البشا المستغل الغني لمجرد أنه غني فهو ابني ستين في سبعين حرامي ولصه ومستغل ومصص دماء صاحب العمل لمجرد أنه صاحب عمل فهو ابني ستين في سبعين ومستغل العمال كده يعني فالحالة دي حالة برضو غرائبية جدا طبعا حالة الحقد على الفنان أو على الفنانة والتعامل بقى بالطريقة دي إما بالطريقة الدينية أو الرجعية أو الطبقية دي بياخي برضو غريبة جدا في حكاية الكورة الكورة ما فيهاش المشكلة دي خالص يعني جمهور الكورة اللي نفسه ممكن يبقى بيدين الفنان إيه ده عشان ياخد كذا أو إيه ده عشان يتعالج هو نفسه اللي ما عندهش مشكلة إنه إن اللعيب ياخد 160 مليون جنيه العقد بتاعه اللي بفرحان بيه أو إنه مش عارف ليه ما يدولوش ما يدولو خمسة مليون دولار بطوعه يعني زي إحنا زي نفقد اللعيب ده ما ياخد خمسة مليون ما ما عندهش مشكلة مش مستبشع الأرقام ومش بيعمل إيه ده علشان ياخد الفلوس دي بيقولش كده خالص ده بيتخانق ويكتب ويبعت ويعمل مدخلات تلفونية عشان اللعيب يتا ياخد الفلوس هو ما ما فيش حقال أو اطرج على كورة لحلته لقدامه ولوراه إنما ما عندهش مشكلة خالص مع الثروات اللي من نوع ده أو الرواتب اللي من نوع ده لعيبته كورة يجعل الفنانين بقى العيل ده عنده عربية مش عارف إيه شايف ده فرحم بنفسه فنفس الممثل ده زميره كابتن الفرقة ياخد فوز ما هو عايز إنما الفنان لا ليه ده لأنه طبعا لو إحنا بنقارن الكورة ولا الفن الفن طبعا لو أي حد عائل يعني إيه اللي بيدي للمجتمع أكتر إيه اللي بيخطب الوجدان إيه اللي بيراكب الزمن إيه اللي اللي فيه تعب أكتر حتى إيه اللي اللي هو علاقة بالزهنية إيه اللي بيعيش وبيخلط أكتر الفن إنما لما تيجي تبص بقى ليه هو فكورة راضي وفلة وياخد خمسة مليون دولار ولا فيه مشكلة خالص وإزعلان إنه لعيب إنت ما ديتوش أربعين مليون زي ما الفرقة التانية وليه تدينه ستة وتلاتين مليون ما تدينه أربعين مليون عشان يفضل معانا وعندوش مشكلة خالص إنه ولد عمر 22 سنة أو 23 سنة ياخد أربعين مليون جنيه في السنة وهو شخصيا يعني ولا بياخد حد الأدنى من من الأجور معندوش مشكلة إنما لو ممثل ركم متسكل يقولك تعارف المتسكل ده بكام المتسكل ده بربعمائة ألف جنيه ويبقى زيعلان قوي إنه ركم المتسكل بربعمائة ألف جنيه ده ليه بقى ده يا فندم علشان النزعة الدينية اللي زرعوها في حضراتكو كمجتمع إن الفن حرام وإنه عيب وإنه قلة أدب وإنه درجة تانية وإنه مخالف للدين وإنه 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 فبقى عندك أنت استباحة للفن والفنانين بينما فرحان بلعبة الكور مرة أخرى الفنان مواطن من حقه تماما وكليا الحصول على حقوقه في المجتمع إنما المشكلة الحقيقي لما أنت تتعامل مع الفن كأنه يعني هيركم مع صبيان المعلم زي حسين فاي بفيلم العار وإنه كل حاجة الفنان يعني يتقدم له وكأنها منزوعة من فام الرجل الفقير الغلباء وإبقى كأنه مشكلة الفنان إنه فنان أو فنانة دي نظرة المتعالية على الفن والنظرة الدينية المتشددة السلافية اللي مزروعة ضد الفنانين واللي هي رجعية من مقام يعني أساسي وعايز أقول لكم إنه كل بلدان العالم المتقدم بالمتأخر الفن اللي هو مكانة خاصة والفنين اللي هو مكانة خاصة مكانة خاصة معنوية مكانة خاصة معنوية وما حدش بيبقى يعد في أمريكا متدايق إن يعني توم كروز بياخد 25 مليون دولار في الفيلم يمكن لا زاد كمان دلوقتي محدش بيمنزعج من الحكاية دي إحنا ليه منزعجين وليه منزعجين إنه فنان يدخل المستشفى ويبنام على سرير محترم يعني عشان أصله فيه ناس مش لاقي السرير دي مشكلة الفنان دي مشكلة الفنان انترايك دي مشكلة الفنان ده لأ ده يعني بأي حد أدنى من العقل يقول لنا كده زي بالزبط التنمر الحاصل فنانة تكتب إن بنتها تعاني من مرض ما فيتنمر عليها وتهاجم ويا أم مش عارف إيه إيه البزاء والوضاع دي ممثلة تكتب حاجة فيقولولها ده أنت كبيرة ده أنت ايه الانحطاط ده ما أنا بقول لك استباحة الفنانين طبعا بحيز أقول لك إنه موجود في العالم الأصوات المنحطة أخلاقية الكارهة اللي بتعطيش من الفنانين وتلاقي فنانة أمريكية إنجليزية بتاع بتتعرض لتنمر في التعليقات وإنما مش بيه سند ديني بسند طبقي بسند أخلاقي لا بيبقى شخص منحط بيعلق بشكل منحط على الممثلة أو الفنانة إنما إنك انت بقى تشتغل حضرتك مطوع واصل مش معجب بفستينها أصلها مش مش معجب باللي بتقوله أو إنك انت اللي انها فنانة فتبقى لما تشكو كأم فتلعن أو يتنمر عليها أو تسب ده ده بقول لك مش مش ابن النهاردة ده ابن سنوات تتتالى وتتراكم بتصنع هذا الإحساس وهذا الموقف ضد الفن والفنانين واللي يتم التعامل معاه باعتبره حاجة عادية أو طبيعية في حياتنا اليومية لا لا عادي ولا طبيعي والموقف من الفنانين والفنانات ده موقف ينم عن سيطرة حالة من التطرف والغلو والديني والسلفي والراجعي وإنه لا يمكن بأي حال من الأحوال إنه يبقى ده المنطق اللي بتعامل اللي يعامل بيه مجتمع فنانين ومبدعيه ومفكريه وكتابه لأنه في الآخر الإنسانية بتتقدم زي ما بتتقدم بالعلوم بتتقدم بالفن وبتقدم بالمناسبة بالأخلاق بس مش بالأخلاق اللي هي على طريقة النفاق الديني لا الأخلاق اللي هي على طريقة اليمانيين إنه حتى لو ما فيش دين ما هي نفس النظرية بتاعت إيه لما يحصل واحد تحرش بفتاة أو بامرأة في الشارع فيجي على طول الغوغاء وحمى النفاق الديني يقول لك الساكة لابسة والراجعيين يقول لك إيه الساكة لابسة كأنه هي السبب طب شوف حضرتك بعد لو حضرتك محترم إنسان طبيعي إنسان طبيعي مش مريض لو ماشي عريانة مش هتتحرش به طيب يا سلام أيوا حضرتك سعاك لو ماشي عريانة مش هتتحرش به الموضوع مش موضوع لابس موضوع إن حضرتك مريض حضرتك مريض كون إن جنبك 25 واحد مريض بيقول لك إنك مش مريض فده ما لا يعني يعني ناس في أي مستشفى يعني عظام وكلهم في قسم العظام متجبرين ورجلهم مكسورة بس عندهم قناعة إنهم أبطال مصر في العدو والرقد خلق يعني دي عضيتهم هم إنهم المستشفى كلها القسم كله متجبر ومتكسر ومتجبس فالحاصل إنه الأخلاق يسعدني إن أنا أقول لك الحكاية دي ويعني تتصدق بيها زي ما أنت عايز يعني الأخلاق قبل الدين عن فكرة الأخلاق قبل الدين زي ما سيدنا محمد كده قال إيه خيارون في الجاهلية خيارون في الإسلام الأخلاق الأخلاق والدين المفروض إنه أي حد متدين يبع عنده أخلاق إنما ممكن جدا حد عنده أخلاق وما عندهش دي يبع مين اللي موجود مين الأصل فلا تعيروا الناس بأنكم متدينون فتتنمرون عليهم وتعادونهم بينما حقيقة الأمر أن هذا ليس تدينا وهو نوع من أنواع التنمر والاستعلاء الديني لأن الأخلاق تقتضي ألا تشمت وألا تتنمر وألا تسب وألا تجرح كون أنت بتعمل ده وفاكر نفسك متدين أنت حر يعني كلنا يوم أيامة أصاد ربنا نشوف يعني نشوف ربنا وهو بيحاسبنا كلنا هيحاسبنا على إن إحنا كنا أخلاق وبنقول عايف سننا متدينين ولا كنا متدينين وإحنا نملك أخلاقا حقا وفعلا إلى فصل موسيقى اشتركوا في القناة